ورجوه 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 توجيهات سعادة رئيس مجلس إدارة النادي ولكثرة مطالبات الملاك بالذات الملاك اللي يشترون بالجديدة وخايفين من مسألة لا يكون فيها عبث تم التوجيه طبعا راح يصير فيه فحص الآن عند اللجنة الطبية ابتداء من اليوم إن شاء الله بعد الساعة الواحدة يوميا هذا الموضوع ويتم التنسيق فيه مع الأرقام الملاك الموجودة معلنة مسبقا ويتم إعلانها اليوم في حساب المهرجان أرقام الملاك للتواصل فيها شروط الفحص له عدة شروط أول شيء لا بد أن يكون مشارك في جميع الفئات القادمة ويحضر بطاقة المشاركة ما يسمح بالكشف لمن ليس مشارك في هذا المهرجان يحضر بطاقة المشاركة ثاني شيء يحضر البكرة أو الناقة اللي راح يفحصها يحضرها على دينا ورايح يتم فحصها وبعد انتها فحصها ترجع على نفس الدينا يمنع دخول صاحبها طبعا يدخل السائق الدينا وفيه فريق يستقبلهم يوجهونهم وإذا تواصلوا معها الأرقام راح يعطونهم جميع المعلومات طبعا راح يوقع تعهد أن هذا الفحص لا يعفيه من الفحص الرئيسي اللي راح يتم في النادي هذا الفحص مجرد الأطمئنان ولكن تعرف يفحصها ويروح ما تدري بعضهم ممكن يعبث فيها بعدين أو يسوف فيها شيء هذا الفحص يوقع تعهد أنه غير ملزم أبدا للنادي ولا يعفيه عن النتائج اللي ممكن تصير في الفحص النهائي أثناء دخوله طبعا رسوم الفحص خمسة لاف للناقة الوحدة سواء ناقة أو بكرة أو أي شيء يراد فحصه خمسة لاف للرأس الواحد يتم تحويلها على حساب النادي الرسمي هذا كله تسهيل للناس الجادين وكثرة مطالبتهم الجادين في أنهم خايفين أن بعض حلالهم فيها عبث وأنهم شارين ولا عندهم خلفية ولكن الموضوع هذا ما ينطبق على أهل التلات لأن أهل التلات ما اشتروا فما راح تقبل هذه الفئة في الفحص لأنه مسؤول عن هذا الموضوع مسؤول عن حلاله ولا اشترى يعتبر انتاج في جميع الفئات القادمة راح تقبل بطاقة المشاركة حقتها إذا جاب بكرته ولا ناقته جابها على دينا لا بد منحضار نكرر لا بد منحضار بطاقة المشاركة كلهم يقبلون عدى فئة التلات لأن يتم قبولهم نتمنى الجميع إن شاء الله أن يدخله مطمئن ومرتاح ونتمنى القضاء على هذه الآفة الكبيرة ونقول الجميع لا بد من الحرص أثناء الشراء ولا بد أنك تعرف الشخص الذي شرأت منه علشان ما تقع في هذه المحاذير أو تقع حتى في مجرد الخوف أنك تدخل وأنت ما تدري وش اللي صار على البكرة لأن فيها جهزة دقيقة تكشف حتى العبث العبث القديم فملخص الكلام هذا أعيد أقول الملخص الكلام هذا أن المجال مفتوح في المركز الطبي الرئيسي اللي يفحص موجود عندنا في نفس المهرجان والتواصل مع أرقام الملاك ورح يتم أرقام الملاك المعلنة مسبقا ولكن رح يتم إعادة نشرها إن شاء الله في حساب المهرجان بتويتر هذا ما أحببنا إضاحة لإخواننا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر